مرحبا بكم على قناة الأخبارية الحياة كيف متعاوتوا في كل يوم معنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعها اليوم تسريحها تختيرة من رئيس الجمهورية قاسي سعيدة اللي قال انه التجوا إلى الخارج وسفروا سرا بش يزيلوا رئيس الجمهورية وحتى بالاغتيال دعا رئيس الجمهورية قاسي سعيدة يوم الثلاثاء خمستاش جوان 2021 الاجتماع بقصر قرطاج وثم رؤساء الحكومات السابقين منهم العريض يوسف الشاهد الفخفيخ رئيس الحكومة الحالي المشيشي وتخلف عن هذا الاجتماع كل من حمادي جبري ومهدي جمع لوجوده من خارج أرض الوطن ولم يتسنى للحبيب الصيد الحضورة بسبب وضعه الصحي وأوضح رئيس الجمهورية في كلام ألقاه بالمناسبة أنه لم يتم توجيه الدعوة بناء على الانتماء الحزبي بل باعتبارها التجربة التي مر بها المسؤولين المذكورون وقال قاسي سعيدة أننا مستعدون للحوار ولكن لن يكون محاولة يائسة بئسة لإضافة مشروعية كذباء على الخوانة واللصوصة ولن يتم الحوار إلا لحل مشكلة تونسيين ولن يكون أبدا كسابقية وأهم ما هاور هذا الحوار هو التفكير في نظام سياسي جديد ونظام انتخابي جديد حتى يكون كل من تم انتخابه مسؤولا أمام ناخبي هوني رئيس الجمهورية قال لك إذا كنا قبلت بالحوار الوطني هذا راه موش بيش نقعده أحنا قاشق شوف اللحنية حكاية زيدة يعني بش نبدل برش حاجات في الدستور في مصلحة أشعابيات ألف صحة وبرك الله فيه وأذف رئيس الجمهورية قيسة سعيدة قد يكون الحوار حول مرحلة الانتقال إلى حال جديد بعيدا عن أي صفقات لا في الداخل ولا مع الخارج بانتظار نظام سياسي جديد وتابع قائلا أما الحوار ذي يوصف بأنه وطني كما أن الشأن في السابق فلا حوار ولم يكون وطنيا على الإطلاق مضيفا من كان وطنيا مؤمن بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزالة رئيس الجمهورية بأي شكل من الإشكال حتى بالإغتيال لطف عليه ربي طول في عمره ويحفظ بؤسا فخطته بؤسا وما فعله سيعلم الذين ظلموا والذين كانوا جواليس مخبرين أي منقلبين قلبون كما قال رئيس الجمهورية أنني أدعوكم إلى نقاش متسق مع منصار التاريخة ومتناغم مع مطالب الشعب ولا مجال لترك الدولة فيما هب السفقات ولا مجال لترك شعبنا جاء يقتاتوا من فضلات القمامة يرحموا لديه والله أحسن حاجة عمله إن شاء الله يطبقوه ما تنسيوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس ونقول لكم باي باي وربي يحفظوا ترجمة نانسي قنقر